كافانكات تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة بل إضافة لنائبة عمدة طنجة ومسؤولين عن كل من الأمن والوقاية المدنية وشركة أمانديستا بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم متواجدين بشاطئ بقسم للاحتفال بهذا النهار الذي نرفعه فيه اللواء الأزرق هذا اللواء الأزرق الذي حفظنا عليه لمدة ست سنوات هذه هي السنة السادسة هذا الحفاظ على اللواء الأزرق يأتي بفضل الشراكة التي لديناها مع مجموعة الشراكة منهم بطبيعة الحال مؤسسة محمد السادس ومنهم السلطات المحلية وأيضا الجماعة المحلية هذا اللواء بطبيعة الحال لا يأتي شيء يأتي تمارة مجموعة الجهودات والخدمات التي تقدمها في الشاطئ كما تلاحظوا وكما ترى في الجولة التي قمنا بها كمجموعة المنشآت التي نجزوها والتي نحافظوا عليها طالت مدة الصيف التي تمكن تحسين الجهودة الخدمات المقدمة المصطفين أيضا هذا الشيء بطبيعة الحال للحفاظ على البيئة أو على جمالية الشاطئ وهو من الشواطئ الجميلة والأجمل التي كانت في مدينة طنجا ومنطقة طنجا أزال هذا واتخدت شركة أمانديس طنجا مجموعة من الإجراءات لتوفير الظروف الملائمة للمصطفين من أجل قضاء أوقات مريحة بفضاء الشاطئ من خلال وضع لفتات تحسيسية وخلق فضاء تتواجد به مظلات شمسية مجانية رهن إشارة المصطفين بالإضافة إلى أحداث برجين للمراقبة ووضع سلات للمهملات على طول الشاطئ وتخصيص فريق أخضر لضمان نظافته ووضع فضاءات الألعاب لصغار ومسبح إضافة إلى وضع لأول مرة مقاعد لشحن الأجهزة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية ترجمة نانسي قنقر